هذه أبرز العناوين وزارة الخارجية المغربية تعلن عن تغيرات هامة في شروط السفر من بلدان القائمة باء المغرب يكذب بقوة الجزائر أمام العالم وهذه التفاصيل بعد مناورات الأسد الإفريقي الجيش المغربي في تدريبات عسكرية بحرية جديدة وزارة الخارجية المغربية تعلن عن تغيرات هامة في شروط السفر من بلدان القائمة باء أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج عن تحديث في شروط العودة إلى البلاد بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالبلدان المدرجة في القائمة باء وقالت الوزارة في تدوينة عبر حسابتها على مواقع التواصل أن المواطنين المغاربة المقيمين بالبلدان المدرجة في القائمة باء يتوجب عليهم الإدلاء بالوتائق التالية اختبار بساءغ سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة تصريح بالشرف موقع من صاحبه بالخضوع لحجر صحي مدته أشرة أيام وفاتورة تؤكد تسديد مدة الحجر الصحي في أحد الفنادق المعينة من قبل السلطات المغربية وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الأحد السادس يونيو 2021 أنه تقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من يوم الثلتاء 15 يونيو 2021 في إطار سراخص ستنائية بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة ما زال مغلقا وفي هذا الإطار تم تصنيف الدول إلى قائمتين على أساس توصيات وزارة الصحة بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنصرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية المغرب يكذب بقوة الجزائر أمام العالم وهذه التفاصيل فند الوفد الممثل للمغرب في الدورة السابعة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان بجونعف الأكاذيب والمزاعم التي تطلقها الجزائر بشأن الوضع في الصحراء المغربية وفي كلمة أمام أعضاء المجلس استنكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجونعف السيد عمر زنيبر الأكاذيب الوارد في تصريح باسم حفنة من خصوم الوحدة الترابية للمملكة بتحرير من الجزائر مشددا على أن هذا البلد كعادته يرهن عمل المجلس من خلال استغلال قضية الصحراء المغربية خارج الإطار الوحيد التي تعالج فيه والمتمثل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي هذا الصدد أعرب السيد زنيبر عن اندهاشه من هذا التصريح البئيس المعد من قبل ممثل جزائر الذي يدعم نظامه بالسلاح والمال الجبهة الانفصالي المسلح بهدف وحيد هو المس بالوحدة الترابية للمغرب وأبرز أن التطورات الأخيرة أظهرت أن هذه الحصابة تشبه زعيمها المزعوم الذي يحاكم في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي بجرائم شنيعة من اغتصاب وخطف وتعديب وإعدام وفوق ذلك انتحال هوية وتسأل الدبلوماسي المغربي كيف يمكن للمجرم المدعو إبراهيم غالي الذي تحميه الجزائر أن يدعي أنه يمثل شعبا يضم العديد من ضحايا ممارساته الهمجية والمشينة المنافية لأبسط معايير حقوق الإنسان أي مصداقية يتحلى بها هذا الشخص الذي لا يستطيع التحرك بحرية إلا من خلال وثائق مزورة وهوية منتحلة للتستر على دخوله إلى دولة أوروبية والتهرب من عدالتها تحت غطاء النظام الجزائري ومنحه السخية المحصلة من أموال دافع الضرائب الجزائريين في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري الشقيق من غياب أكثر الحاجات إلحاحا وفيما يتعلق بالدعاءات خرق وقف إطلاق النار أكد السيد زنيبر أن هذا الأمر ينسحب أكثر على الجهات التي تدعي التنظيم المسلح الانفصالي للبوليزاريو مشيرا إلى أن الانفصاليين يسعون من خلال هذا الموقف إلى تحويل المسلسل السياسي عن المصاري الإيجابي والمتواصل باعتراف عدد كبير جدا من البلدان بمغربية الصحراء واستجل أن أي من التصريحات والتحريض الإعلامي لم يؤثر بأي شكل من أشكال على معاير الحل السياسي التي حددتها القرارات مجلس الأمن دات صلة كما اعتمدها الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره وأشار إلى أنه ليس هناك خرق لوقف إطلاق النار إلا في أدهان أولئك الذين يدعون له من خلال الدعوة إلى الحرب والموجهات العسكرية للتغطية على إخفاقاتهم وتشهر دمهم الداخلي كما نفى السيد زنيبر مزاعم هذه الجبهة المعادية بشأن وضع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه من السخف الإدعاء بأن الأقاليم الجنوبية للمغرب تشهد وضعات خاصة لحقوق الإنسان لسببين يتمثل الأول في عدم وجود عناصر أو وحدات تؤكد هذه الإدعاءات وشدد على أن أي هيئة دولية ولا حتى بعتط المينيرسو المتوجد بعين المكل لم تشر إلى وجود انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وذلك ببساطة لأن الوضع طبيعي جدا والسكان المحليون على غيران جميع أنحاء البلاد يتمتعون بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور من ناحية أخرى يؤكد المتحدث فإن الوفود المعزولة والقليلة التي تطلق هذه المزاعم ليس لديها شرعية للتحدث عن احترام حقوق الإنسان وأضاف ينبغي لهذه الدول أن تخجل من مهاجمتها للمغرب بشأن ملفات هي الأكثر إدانة لها والتي توجد قيد الدراسة خلال هذه الدورة فضلا عن إجراءات متعددة بخصوص انتهاكات مكتفة مقترفة في حق ساكنتها وشدد السيد سنيبر في هذا الصدد على أن المغرب يمحن حرية التعبير والحركة للقلة القليلة من الانفصاليين الموجودين على أراضيه لا يسمح بها النظام الجزائري لعناسل بوليزاريو ناهيك عن منتقديه على المستوى الوطني وأضاف أن أقاليم الصحراء المغربية مفتوحة أمام جميع زيارات الوفود الرسمي وممثلي وسائل الإعلام الدولية وجميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التي تقيم إيجابا مستوى تطور الأقاليم المغربية على كافة المستويات مشيرا إلى أن الخطاب المتعلق بالبعتة الفنية لا معنى له على الإطلاق وخلال هذه الجلسة التي عقدت عبر تقنية التناظر المرئي قدم السيد زنيبر أيضا تصريح المغرب في إطار الحوار التفاولي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان بعد مناورات الأسد الإفريقي الجيش المغربي في تدريبات عسكرية بحرية جديدة تشارك القوات المسلحة الملكية مرة أخرى في تدريبات عسكرية جديدة متعددة الجنسيات بعد أيام قليلة من انتهاء مناورات الأسد الإفريقي شارك فيها الجيش المغربي إلى جانب قوات أمريكية وفي هذا الإطار من المنتظر أن تشارك القوات البحرية الملكية في المناورات البحرية الكبرى المقامة في البحر الأسود الممتد طوال 13 يوما وهي التدريبات العسكرية البحرية التي أطلق عليها اسم نسيم البحر 2021 وتضم أزيد من 5000 جندي من مختلف قارات العالم مع 32 سفينة بحرية وأربعون طائرة وتمانية عشر فريقا لعمليات خاصة ما يجعلها أكبر نسخة من التدريبات المشتركة منذ عام 1997 وأعلن الأسطول البحري السادس للبحر الأمريكي والآخر رسميا مشاركته في المناورات الميدانية المشتركة مع القوات البحرية الأوكرانية طوال الفترة الممتدة من 28 يونيو الجاري إلى 10 يوليوز المقبل في منطقة البحر الأسود قصد تعزيز إمكانيات التشغيل البياني بين الجيوش البحرية العظمى ومن المتوقع أن يتم التركيز أثناء هذه المناورات العسكرية البحرية على مناطق الحرب المتعددة تبعا للبيان المنشور من لدن قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا بما في ذلك الحرب البرمائية والحرب البرية إلى جانب التدرب على عمليات الغطس والاعتراض البحري والدفاع الجوي وكذا الحرب المضادة للغواصة وعمليات البحث والإنقاذ السريع